موسكو بداية متعثرة أقل ما يمكن به وصف انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة السوتش الروسية بعد طلق المضيف الروسي عدة ضربات كان أبرزها انسحاب وفد المعارضة القادمة من تركيا بعد وصوله إلى المطار احتجاجا على عدم تحقيق موسكو وعودا تتمثل بإزالة أعلم النظام السوري عن شعار المؤتمر ووقف قصف المدنيين في سوريا انسحاب الوفد المعارض الذي أدى لتأخير انطلاق المؤتمر بضع ساعات شكل هزة ملموسة ترافقت مع مقاطعة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واعلان الأخير عبر وزير خارجيتها ان عملية السلام يجب ان تتم في جينيف وليس سوتشي الامر الذي يفسر على انه محاولة لسحب بساط الشرعية الدولية من تحت اقدام موسكو التي تحاول جاهدة لتكريس سطوتها في الملف السوري من خلال احتضان المحادثات بين النظام والمعارضة حتى الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لفروب لم تسلم من التشويش بعد الاعتراضات التي قام بها اعضاء من وفدي النظام والمعارضة على حد سواء وانقسام الهتافات بين مؤيد ومددد بالتدخل الروسي في سوريا ولعل ابتسامة كبير الدبلوماسيين الروس الناقمة كانت اصدق تعبير عن حالة الامتعاض التي ترافق هذا الحدث الذي روجت له موسكو كثيرا محادثات اليوم الاول من سوتي تصل الى خواتيمها وصد غياب مشاركة الدول المؤثرة في الازمة السورية وابرز اطراف المعارضة السورية والاكراد ايضا اما الروس فمتمسكون بتصورهم الخاص حول سوريا ومآلات ازمتها معتبرين ان الريح مؤاتية للابحار نحو الحل السياسي كما تشتهي السفن لكن مقدمات المؤتمر ومحطاته تشير حتى اللحظة الى ان تلك السفن روسية حصرة معنا الان من موسكو السيد سيرجي شاشكوف الاعلامية الروسية السيد سيرجي مرحبا بك لم يكن يجدر بروسيا على الاقل ان تلتزم بما تعهدت به للمعارضة السورية قبل ان تأتي لسوريا قبل ان تأتي لسورشي ليس رضوخا لمطالبها ولكن على الاقل انجح مشروعها مشروع المؤتمر لان حينما تصرفت بهذه الطريقة فيما يتعلق بالشعار والعالم وكل تلك الامور هي دفعت المعارضة فعليا الى الخروج من هذا المؤتمر وبالتالي كما يقول البعض افشاله من اصله بداية تحية لكم جميعا بالفعل كانت هناك محاولات لإفشال هذا المؤتمر ولكن على حد قول وزن الخارجي سيرجيل رافروف يعتبر هذا المؤتمر حدثا مهما وتقدما ملموسا وبالفعل تنحصر الهمية في المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر كما تعلمون حضر المؤتمر اكثر من 1500 شخص رجالا ونساءا من مختلف الفئات والطبقات والعشائر وشراح المجتمع السوري سواء من موالي الحكومة او المعارضة ولأول مرة وتيحت لهم فرصة للحوارة المباشر لتبادل الاراء وعندما ذكرت في تقريركم عن الموقف السلبي للولايات المتحدة وفرنسا وبريتانيا فمن جهة اخرى يجب الاشارة الى ان الدعم المباشر لهذا المؤتمر من قبل المبعوث الخاص للمين العامل المتحدة استفاد ديمستورا وكان هناك المراقبون من روسيا والجمهورية الإسلامية وتركية وبعد الاقتار العربية وبالتالي هذا هو التقدم الملموس والحالقة سيد سرقيا تعلم أن قيمة المشاركة ليست بالأرقام والأعداد وليست بالأسماء ولكن بقيمة من يشارك حينما تقول الهيئة العليا للمعارضة السورية أنها لن تشارك ولم تشارك فعلا والبعض من المعارضين السوريين الذين أتوا للمشاركة وغادروا ولم يشاركوا هذا يعتبر ضربة قوية لمصدقية هذا المؤتمر يعني لم تعد هناك قيمة لألف وخمسمائة شخص ربما معظمهم يمثلون نظام السوري حتى وإن كانوا يسمون أنفسهم بالمعارضين كان هناك المشاركة حتى من المعارضة من ما يسمى بمجموعة موسكو وكانت هناك مشاركة من الحركات الكردية نعم هناك قوة سياسية معارضة من المعارضة المسلحة من الرياض والقاهرة الذين رافضوا المشاركة ولكن كالخلاصة هناك البيان الختامي وتم تشكيل اللجنة لإعداد مشروع الدستور السوري فيجب الإشارة إلى أن مؤتمر السوري ليس بديلا لجنيف ولكن مساهمة في إنجاز وإنجاح مؤتمر جنيف طيب الآن ينضم إلينا من اسطنبول السادة جورج سابرال معارضة السوري مرحبا بك السادة جورج طلعتها على البيان الختامي بالتأكيد هل من تعليق عليه؟ أي نقاط مهمة تريد تعليق عليها؟ حقيقة ليس هناك في المؤتمر بقضه وقضيضه ما يثير الاهتمام حتى يكون هناك اهتمام في البيان الختامي والبيان الختامي منذ بضعة أيام يجري التداول فيه بوسائل الإعلام وعلى الوسائط الاجتماعية من الواضح أنه يركز على قضية واحدة هي إجراء تعديلات دستورية أو إيجاد دستور جديد وكأن السوريين لا يعرفون في تاريخهم الحياة الدستورية لكن هذا الذي جرى اليوم الحقيقة فيه إهانة للتاريخ السوري التاريخ السوري منذ مئة عام يعرف الحياة الدستورية وكان السوريون ينتخبوا جمعية تأسيسية تضع الدستور أو يكون هناك مؤتمر وطني حقيقي يمثل الشعب السوري يختار لجنة لوضع الدستور ما جرى اليوم هو مهرجان احتفالي يذكرنا بالمهرجانات التي كان يجريها النظام في دمشق للشبيبة والطلبة والجبهة التقدمية أليس هناك ضرورة فعليا لإيجاد دستور سوريا الآن بديل يعكس تطلعات الشعب السوري حاليا يعني الدستور السوري الآن مثلكم دون شك هذا مطلب الثورة السورية وهذا ما أتمنى المؤتمر وهو من مندرجات المرحلة الانتقالية ونحن في الهيئة العليا للمفاوضات في الانتعار التنفيذي للعملية السياسية لدينا من مندرجات المرحلة الانتقالية وضع دستور جديد في البلاد لكن ليس بهذه الطريقة هذا الدستور إذا قيض لها أن يكون سيسمى دستور سوتي وما الذي ينفعه إذا أعددنا دستور دون أن يكون هناك عملية انتقال سياسي الدستور السوري جزء من عملية الانتقال السياسي في سوريا ويجب أن يكون بعد أن تبدأ المرحلة الانتقالية أما الدستور اليوم فهو شكل من أشكال ملاقات النظام السوري بشكل من أشكال المصالحة وهو الذي استجلب هذا الرفض الكل والصارم لقوى الثورة والمعارضة السورية في مختلف المؤسسات الثورية المسؤولة والمؤسسات السياسية التمثيلية لقوى الثورة والمعارضة طيب أستاذ سيرجي كما يقول سيد جورج وكأن روسيا الآن تحاول الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب السوري والمعارضة السورية من خلال الحديث عن أمور سطحية أو ربما ليست بالأهمية الفعلية القصوى التي يريدها الشعب السوري المشكلة السورية لا أحد يمكن يحلها إلا الشعب السوري فالتريقة الوحيدة لإنجاز المصالحة الوطنية الحوار وبدون أي شرود فعندما تفرض المعارضة بعد الشرط وأهمها إبعاد الرئيس الراهن عن السلطة فليس هذا لصالح العملية السلمية حينما يؤكد النظام السوري أن الرئيس لا يمكن الحديث عنه أليس هذا شرطا؟ هل الرئيس مقدس؟ لماذا لا يشرط أن يتنحى الرئيس؟ الحوار أولا والمفاوضات أحسن من المعارك الدموية التي تجري حاليا لحد الآن مع الأسف الشديد في الأراضي السورية فالحوار هو ما جرى اليوم في سوتي وكانت هناك المباحثات والمشاورات المباشرة بين مختلف القوة السياسية دون أي وساطة هذا أمر سوري لا شك أن الحوار أهم من القتل والمعارك ولكن ما نرى فعليا أن الطائرات الروسية هي التي تقتل وتشارك في المعارك في روسيا الآن لم يتوقف ذلك حتى أثناء المؤتمر الواجب الذي تحققه الطائرات الروسية هو كما صرح الرئيس بوتين وأكثر من مرة تدمير الدعش وهذا الواجب سوف يستمر إلى إبادة الدعش بالكامل حتى وإن ذهب ضحية تلك العمليات أطفال وأبرياء ومدنيين كما تؤكد الصور اليومية هذا بعيد عن الواقع وهذا هي ما يجي في الدعايات الغربية الطائرات الحربية الروسية لا تقصف الأطفال والأبرياء والمستشويات وهناك تقارير مصورة يمكن نراها تدمير الأرتائل وتدمير الأهداف للدعش ولا أكثر من ذلك سيد جورج كثيرا ما اتهمت موسكو ومؤتمراتها من سوشي إلى أستانا بأنها تحاول اختطاف القضية السورية وإبعادها عن المسارات الأخرى التابع الأمم المتحدة جونيف نتحدث أساسا ولكن في البيانة الختامة أو ما ذكره وزير الخارجي الروسي أن اللجنة التي تم تحديدها لمناقشة الدستور أو تعديل الدستور سوف يتم استكمال عملها في جونيف يعني ما يحصل الآن هو ليس مصار موازي وبديل ولكنه مصار مكمل إذ أنه يصب في جونيف نهاية المطاف كما قال الأفروب اسمح لي بملاحظة يتحدثون عن الحوار في سوشي أي نوع من الحوار جرى هذا اليوم 1600 شخص مطلوب أن يتحاوروا في 6 ساعات زمنية أي نوع من الخداع يتم على الرأي العام العالمي سوشي هي حاجة للسياسة الروسية كان يجب أن تعقد كائنا ما كانت النتائج لذلك لم يجد السوريون ولا القضية السورية أي شيء في سوشي لذلك قُبلت بهذا الرفض أما عن جينيف من مندرجات جينيف ومن المباحثات والمفاوضات التي جرت كان هناك موضوع الدستور فإذا كان الدستور سيناقش في المفاوضات الرسمية بحضور وفد من النظام ووفد يمثل الشعب السوري ما الحاجة إلى هذا المسار الجانبي وإذا كان في النهاية سيصب هناك ما الفائدة من استجلاب هذه الضجة الكاملة والمبتورة فعلا والتي لم تحسن التمثيل للسوريين عندما رفضوها الحقيقة هي نوع من المسعى الروسي لوضع اليد على العملية السياسية لتثمير الحضور الروسي بقوته العسكرية على الأرض يريد فعلا الروس أن يثبتوا أنهم لا يقتلون السوريين فقط لكن بإمكانهم أن يشترحوا حلا سياسيا لكن أتى الجواب مباشرة عندما رفضت الولايات المتحدة الاشتراك في هذا المؤتمر ورفضت فرنسا ذلك كذلك أيضا عندما قدمت الدول الخمس قبل ثلاثة أيام مشروعا موازيا قدمة لأسيد ديمستورا من أجل أن يناقش في المسار الأساسي للعملية السياسية وهو في جينيب إذن لا أحد يضحك على أحد يريد الروس الاستفادة من هذا المسار أما السوريين فالمسار الحقيقي لهم هو في جينيب طيب لا أستطيع أن أفهم كيف تلوم الروس أنهم يبحثون عن مصالحهم السياسية والعسكرية في سوريا كل دول العالم تبحث عن مصالحها إن كان هناك لهم فهو ربما على السوريين أساسا أن يقبلوا بما يحصل الآن يعني روسيا تبحث عن مصالحها وهذا مشروع ومفهوم حقق الروس الكثير من مصالحهم عبر العقود العلنية والسرية مع بشار الأسد لذلك يصرون على بقائه في السلطة لأي فترة قادمة لكن أنا أعني في المصالح المتعلقة بهذا المؤتمر يريد الرئيس بوتين أن يقدم للشعب الروسي بالنسبة الانتخابات القادمة إنجاز على المستوى السياسي في سوريا كذلك أيضا يريد أن يقدم روسيا كصانعة للسياسة وللسلام أمام المجتمع الدولي بعد أن برزت بوجهها العسكري والإجرامي والقاتل خلال عامين من الاحتلال الروسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أستاذ جورج صبرال معارضة السوري من اسطنبول وأيضا نشكر أستاذ سيرجي شاشكوف الإعلامي الروسي من موسكو فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود نواصل شكرا جزيلا لك